كده النهاردة هقولك على أسهل طريقة وأنا بستخدمها على طول علشان أنشئ مشهد وحطبقه النهاردة على VEO 3 سيئة أنت بتروح على شاة جي بي تي بتستخدم شاة جي بي تي فور أو في الخطة المجانية فأنت مش محتاج للخطة المدفوعة هنا أنا هبتدي أن أتكلم معي كأني بالضبط كده بأنشئ حوار معي والإنتر أكشن بيكون من خلال الأسئلة اللي هو بيترحق وأنا بجاوب عليها فبديله الصورة العامة اللي عليها بينشئ في الآخر خالص النص هنا قلت رول هل يمكن أن ساعدني في إنشاء مشهد سينمائي هوليودي احترافي فقال لي أكيد فقط أحتاج منك بعض التفاصيل عشان أقدر أكتب لك مشهد قوي ومتقن خد بالك أنا لما سألته هنا قال لا أنا محتاج منك بعض التفاصيل فأعطاني بقى الأسئلة دي أنت عايزة نوع الفيديو إيه أكشن دراما خيال علمي رعب وغموض وبالتالي هو بيفتح عندي كمان أنه يعني يديني أفكار يعمل زي كده برينستورمينج يعني عصف زهني الزمان والمكان متى وأين يدور المشهد هل هو زمن معاصر هل في المستقبل فقاريا في مدينة في كوكب عدد الشخصيات الرئيسية في المشهد إيه وإسم أو وصف مختصر ليهم لو حابب ممكن الوصف طبعا ما الذي يحدث في هذا المشهد هل هو هروب هل هو مواجهة هل هو كشف سر هل تريده بسيغة نصية زي سيناريو سينمائي سكريبت ولا وصف مشهد أنا أحتاج بطبعا سين ديسكريبشن لأن أنا عايزة أعمل فيديو هل تريده بالإنجليزية أم بالعربية أنا حبتدي أقول بناء على اللي هو عاطيه لده اللي أنا عايزاه هنا أعطيني مثال كمان عشان لو أنا يعني إيه الوصف في مدينة مستقبلية مضطربة يقتحن بطلانة مختبرا سريا بحثا بيديك مثال على المشهد أنا قلت له المشهد خيال علمي المكان في كهف مظلم داخل جبل والشخصية هو رجل عمره أربعون عاما ويرتدي بنتال بني وقميص أبيض يحمل شعلة من النار في يده لتضيئ له المكان كل الحاجات دي أنا كتبتها بناءا على اللي هو عطه لي في الأول ساعدتني أن أنا أكتب له الموضوع بشكل مرتب ومفصل والذي يحدث هنا أنا أعطيت طبعا وصف للرجل أنا هنا بديله اللي هيحصله أن الرجل يحاول أن يستكشف المكان وهو يشعر بالخوف وأريد بصيغة تسمح لي بإنشاء المشهد باستخدام أحد أدوات الذكاء الاصطناعي وباللغة الإنجليزية اديني النص باللغة الإنجليزية وقلت له لا تنسى أن تقوم بإضافة حركة الكاميرا والإضاءة مهمين جدا في إنشاء أي مشهد تخد بالك الكاميرا والإضاءة دول مهمين جدا مش كل نمزج الزكاء الاصطناعي ممكن تلاقي فيها تحكم في الإضاءة وفي الكاميرا ويفضل أنه هو يكون في الأمر حتى لو كان موجود فيه هنا قال لي رائع بناء على وصفك إليك مشهد سينمائي مكتوب بطريقة احترافية ومناسبة لإنشاء مشهد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل أدوات توليد الفيديو أو الأنيميشن أو مشاهد الألعام بيشمل وصف المكان أو صف دقيقة للشخصية حركة الكاميرا توزيع الإضاءة الجو العام اللي هو بنا عن المؤثرات الصوتية والمرئية وده بيفيد قوي لو أنت مؤثرات الصوتية إحنا النهاردة حنستخدم فيه وثري فهينفعني قوي موضوع المؤثرات الصوتية ده لو موجودة في الوصف أو في النص هنا اجتدى أنه هو يديني الأمر وأنا طبعا عايز حاجة خيالة علمي فقادي الأمر بتاعي الأمر كله ولكاميرا موفمنت واللايتنج والساوند كل حاجة موجودة والموت ابتديت إن أنا أخده واروح بيه على فين ابتديت إن أنا روح بيه على كانفا ومن كانفا داتكم حتريت روح على كانفا إي آي كانفا إي آي هيظهر عندي كريات أفيديو كليب فإحنا هندوس على كريات أفيديو كليب وحنبتدي نحط الأمر بتاعنا زي ما هو يعني أنا مغيرتش في أي حاجة وهنا ممكن يعني زيادة تأكيد تخلي المشهد سينيماتيك الأسبكتريشو طبعا من المهم تحدده 16 لتسعة هو موجود في الأمر واللايتنج برضو عندي موجود في الأمر زي ما أنتوا شايفين أمر كامل متكامل من ناحية الوصف والكاميرا موفمنت واللايتنج والساوند كمان اللي هيظهر فيه الفيديو زي ما قلتلك أنا بستخدم VEO 3 هنتقل بعد كده ودوس أنتر ونشوف بقى الفيديو بتاعنا بعد ما تم إنشاؤه فصيل طلبتها موجودة الكهف المظلم الإضاءة اللي بتكون في الكهف وأيضا الشخص وهو ماسك الشعلق وماشي داخل الكهف لابس أميس أبيض وبنطلون بني وشكله خايف وأيضا مؤثرة الصوتية كل ده متناسب مع الأمر اللي أنا أعطيته له والنتيجة كانت جيدة طبق بقى الموضوع ده على أي مشهد عشان تطلع شغل حلو من خلال الأوامر الاحترافية